تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 480 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 63 طن كما تم ضبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 723 قضية من بنيها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط قضية تهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 24 قضية بمضبطات بلغت قرابة 221 طن